السلام عليكم كديرين لبس عليكم. ان شاء الله ستكونوا على خير وبخير اليوم سوف نساوب معكم هذه الحلوات الهلال التي تجيه سهلة وسهلة وقتصادية. وكتخرجنا بكثرة تبارك الله. تبعوا معي الطريقة والمقادر. طوما تجيه شيشة ومقرمشة. المقادر اللي سوف نحتاج عندي كس زيت كس ديال اللوز مطحون كس ديال سانيدة. ثلاثة البيضات ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة. وعندي خمارة وخنيشة ديال الفاني. عندي معلقة ديال اه حبة الحلوة مطحونة. واني احتاج ورشيشة الملحة. والدقيق عندي هنا يا كيلو. غدين اه نحتاج على حساب حساب الخالط. ما البعد غدين نقول لكم شحل هزت لي ديال الزبدة. غدين نديروا الزبدة اللي تكون عنا في حرارة المطبخ. نزيدوا عليها السكر. كاس هي مية جرام اللي احتاجت انا. غدين نخلطوا هزت الزبدة مع السكر مزيان. من البعد غدين دوس ندير البيض. البيض هنية غدين نحتاج بيضة. غدين ندير غز صفر ديالها. وبيض بيضة غدين نحتاجوا. آآ باش ندهنوا بها الحلوة ديال نقبل ما ندخلوها الفران. صافي غدين نضيف جرام البيضات كاملين. وصفر بيضة. انا ما ذكرتش معكم ميزينة. غدين نحتاج من البعد واحد جرام عالق ديال ميزينة. درت كاس ديال الزيت. ورشي شاد الملحة. وغدين نخلطو هاتش مع بعضياتو. بالنسبة للزيت كاس الزيت هي مية مليليتر اللي عندي. نكون نخلطو حتى كي يرجع الخاليط على هاتشكل هادا. من البعد كنجيب هديك معلقة ديال نافع ولا احبت الحلاوات كون عندكم هدي غيل التنسيم ولا لما بغيتوش تديروها ما تديروهاش. وكنزيدوه جوج مع عالق ديال ميزينة اللي كدعطيها واحد لها شاشة. وكنزيدو هادا الكاس ديال اللوز. بطحون. بالقشرة ديالو بكل شي. صافي من البعد كندوزو نديرو الدقيق ديالنا. كندوزو هكا في شبكة ولا نغرب له هكا. باش كي يجينا الخاليط نديت زوين ما فيهش كويرات. كنديرو هادا خنيشة ديال خمارة. هنا بالنسبة لها كان عندكم خمارة الحمرات ديرو جوج ديال الخنيشات. سوف يبقى نديرو الدقيق تدريجيا حتى يجمع لنا الخاليط. حتى كنحسو به تجمع ما بقاش يتلسق ولا آآ جاري. هانتما انا هزتلي الدقيق اللي هزتلي هاد الخاليط آآ ستمية وعشرين قرام. نيشان. هانتما العجينة ديالنا تجمعت. كنجيبوا واحد الميكا كنصرحوها هكا. كنجيبوا العجينة ديالنا نتلقوها على هاد على هاد الميكا. البلاستيكا. ونقلبو علي هاد جهة الاخرى. ونصرحو باش كتجينا معا وطعو. سفيما كنخليوها شغالية بزاق وما كنرقوها عشان توما غادي بالكم. تقريبا بحال هكا. وكنجيب واحد الكاس يكون صغير. وكنقطعوها كالهلال صغير ورد. كيجي آآ غزال وحليلو كيجيو المنظر فيه زوين. وكد وجدت بالزربة كيف مشته وكدخرج تبارك الله الكيمية. ديالة تبسيل ولا هاد المقادر اللي اعطيتكم. سفيك نستعمرها كحتى كنكمل العجينة. العجينة اللي بقات اللي كنعود نتلقها. نجمعها ونعود نتلقها. ونقطعوها بنفس آآ الطريقة. سفيك نديرو هكا كنجيبو الصينية ديالنا الفران وللاطة الفران ونديرو فيها هاد الحلوة ديالنا. نجيبو هادك آآ بيض بيضة اللي خلينا نديرو عليه شوية ديال السكر غلاسي. ونخلطوهم زيان مزيان حتى ما يبقاش يدير هادك الخيوط. وصفوك ندهنو به هاد الحلوة ديالنا. وهنا عندي رقاق اللوز ولا آآ اللوز اي فيلي. وقدر نزين به. بالنسبة اللي ما عندو شي يقدر تزينو باش ما كان تدهر بشوغي كاوكا ولا اللوز ولا آآ اللي عندكم. قدروا احتدنو هم وتخليهم هكاك. كل واحد وشنو كيكون متوفر عندو. سفيك نديرو هم في الفران على مية وتمانين درجة. خليهم حتى يتحمروا. ونحيدوهم. حلوة ديالي هكاك اجي فاش حيتام الفران. كيجو غسانين تبارك الله مقرمشين. انتم ما شوف تبارك الله شحال خرجت. كمية آآ كبيرة تبارك الله. كتجي امقرمشة. وشيشة. وانا غدا نقول لكم شكرا على المتابعة. وآآ ما تنسونش من لايك الى آآ عجبكم الفيديو. ومع السلامة.